لمن كابتن خادر غندور في الفترة الاخيرة تصرحته يعني اي مدرب محزوز بقادة الاهلي اي ما كابتن خادر غندور اهلي في الفترة دي اهلاوي جدا بصراحة يعني اهلاوي بس هو اي الحاجة بقى يعني انا حابب ان انا علق عليه انتم ما فيش غير السورة ده جماعة هيدي على اكيد بيقول لو كنت دخلت انتخابات الزمالك كنت طلعت الاول يعني انا معافش يعني اول في ايه ايه اول يعني بطلع الاول ده اول في الرئاسة اول في سنوية عامة اول في الشهادة السنوية اول في الاعدادية اول جمهورية انتخابات ايه كنت داخل ايه يعني عايز تخش يعني انتخابات في ايه بالزبط يعني انتخابات نتزمك في ايه في منصب ايه اطلع الاول دي في امتحادات السنوية العامة في امتحادات الاعدادية في امتحادات الشهادات ملاش علاقة خالص بالانتخابات لانك انت اصلا ما فكرتش يا كابتن خلت في الموضوع ده فمعرفش تصريح برضو يعني غريب شوية كابتنا أحمد سليمان عدو مجلس إدارة نادي الزمالك كل لعبة مصر عايز تيجي الزمالك بدون شروط باستثناء لعب الأهل ما عرفش مين يعني ما عرفش مين اللي مين من نادي الأهلي ما طب يعني مين بقى يعني احنا تصريحات حلوة وجميلة وطبيعي لنادي الزمالك اسمي كبير أولا خلص أزمة الكهيد وبعد كده وبعد كده نبتدي نتكلم بقى يعني أزمة الكهيد تخلص وبعد كده بقى ليك حق أن أنت تتكلم وتتفاوض وتتكلم مع العيبة وتتناقش معي أنا دلوقتي في الأزمة اللي موجودة دي ما تيجي تتكلم معي أقول لك شكرا أنا كابت حل أزمتك الأول بقى تصريحات كتير أولا جماعة في الفترة الأخيرة وأنا كابت نحمد سليمان من الشخصيات اللي أنا بحبها بس التصريحات بلا هدف يعني نتمنى نشوف تصريحات بقى تضيف لنادي الزمالك في الفترة جاء لأن الفترة الأخيرة كلها تصريحات مفيش أفعال نتمنى ميدو يصنع ميدو كابتن نحمد حسان ميدو الزمالك يصنع معجزها بحل أزمة الكهيد هي بقت معجزها دلوقتي ماشي خليها معجزة نتمنى والله أنه فعلا أزمة قوية جدا وأزمة كبيرة جدا باتفق مع التصريحات كابتن نحمد حسان ميدو بس مش معجزة يعني ده طبيعي نادي اسم نادي الزمالك يحلها يعني بالإمكانيات بالوعود الانتخابية بالأسماء اللي موجودة بكابتن حسين لبيب بالأسماء بالقايمة الموحدة مفهود أن أنت جاي عامل حسابك أن أنت هتحل الأزمة دي فرغم أنه عدم بيع زيزو أنا بقول لك هو صعب جدا أن زيزو يتباع هيبقى فيه غضب جماهيري زيزو دلوقتي من العناصر المميزة مع منتخب مصر حقيقي فبيعوا أنا بطوقع أن مش هيبقى فيه بيع دلوقتي يمكن الموسم الجاي أين كان بقى على حسب اتفاق發展 الإدارة مع اللعيب ومع نادي الزمالك بس خلايا بقى نشوف حاجة على أرض الواقع يعني عايزين نشوف بقى حاجات على أرض الواقع عايزين نشوف بقى صفقات عايزين نشوف لعيبة عايزين نشوف مدير فني مميز باسم نادي الزمالك ياليق باسم نادي الزمالك نظام الاهلي كل ما كان ليه نظامه وكل ما كان ليه اهدافه واكيد طبعا هو شايف ان الهدف مع النادي الاهلي كانت الامور متصعبة من ناحية هجوم فده شيء طبيعي وحلو ان اللعيب بيدافع عن زميله طبعا مهندس عدلي القيعي واستاذ ابراهيم المينيسيا على كابتن طاري السعيد يعني انا بشكر طبعا يعني مهندس عدلي واستاذ ابراهيم المينيسيا على انهم اخدوا كلامنا كان فيه تصريح ما بيني وما بين كابتن طاري السعيد هنا في البرنامج واخدوا التصريح وعرضوه وعلاقوا عليه في قناة الاهلي